اهلا وسهلا بكم مكملين معاكم في مطبخ ست البيت وحنعمل مع بعض موفنز بالتونة وحنعمل كمان كوكيز بالشوكولاتة وثالث حاجة حنعمل صلاة اتخيار بسيطة جدا النهاردة اكلنا سهل وسريع مش محتاج اي وقت ولا مجهود حبتدي اول حاجة بالموفنز هجيب بولة كبيرة اول حاجة هعملها هكسر فيها تلت بيضات يحلى حاجة الاكلة دي تقدري تسحي الصبح بدري شوي تعمليها او ممكن تحضريها من بالليل وتعمليها ويبقى ده فطار لولادك او كمان ممكن ما تبقاش فطار دي بدل ما تعمل لهم سندوتشات في المدرسة تديهم الموفنز بتبقى هي مفيدة جدا لان فيها تونة وفيها خضار وسهلة بتتاكل بالليل وكمان مش بس في المدرسة حفلات قعدة مع صحابك كده حضرة بس البيض عايزة بس مش الدرب مش عايزة ينفيش بس عايزة يتخلط البيض مع الصفار تمام كده دلوقتي هحط قد ربع كباية جزر وربع كباية جبنة مبشورة انه على اللي انت تحبيه البصل عايزة معلقتين كبار كده معلقتين كبار بصل متقطع يكون متقطع صغير وهحط قلبتين تونة تكوني بس مصفيهاهم من الزيت اي نوع تونة تحبيها تحبي تجيبي تونة متفتتة تحبي تجيبي تونة حتة واحدة تونة لحمها احمر تولا لحمها ابيض اللي تحبيه في ناس طبعا علشان يصفوها بيغسلوها لا فكرة الغسيل مش فكرة صائبة قوي لان الزيوت بتاعتها بصراءة مفيدة وحلوة انا مش عايزة افقدها دلوقتي هجيب الاول احط ملح وفلفل هادي الفلفل علش شبكة حبهان هو ده ايوه هادي الفلفل وهادي ملح ما تحطيش ملح كتير علشان التونة بتبقى ملحة لبقتي الفلفل هاقطعه انا برضو عايزة ربع كباية كده هن هاقطع ften loss الفلفل الاخضر رفية عايزة هاي لبقيت ربع كباية بس فخلوني كده طبعا كل حاجة تقطعها صغير علشان مش عايزة حاجة تبقى بارزة قوي من الموفنز طبعا عايزة اقول لكم لما عملت انا عملت الموفنز دي في البيت ولما عملتها ما كانش عندي ولا فلفل اخضر ولا كان عندي جبنة شيدر عملت انا ايه? رحت حاطة بدل الفلفل الاخضر حطيت طماطم وبدل الجبنة الشيدر كان عندي جبنة جودة شرايح رحت مقطعها بالسكينة جبنا بيضة جبنا سوري جودة سلايسز رحت مقطعها بالسكينة شرايح طويلة وبعد جدها حطة صغيرة لازم تتعملي تتصرفي وجربتها بالطماطم كانت حلوة طماطم زي ما قلت لكم وكانت جبنا جودة تمام كده ادي 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 الموفنز بتاعتنا هنغرفهم بقى عشان ادخلهم الفورمة انا النهاردة مستعملة اا سيليكون مش شرطة تستعملي السيليكون وانا حطاهم جوه الفورمة بتاعة الكوبكيبس اقول لكم في البيت انا عملت ايه انا في البيت استعملت السيليكون برضو بس حطتهم في صناية عادية مش بحتاجة تحطيهم في كوبكيبس ممكن تحطيهم في صناية عادية مجرد انك هتدهنيها بالزيت علشان ما يلزقش او عارفين الورق اللي بيتعمل فيه الكوبكيكس العادية ممكن تحطي الورق ده اللي ده بيقى ورق زبدة معمول بس باشكال حلوة هتحطيها وتصبي جواها العجينة بتاعتنا اكيدا واحدة كمان هادي كده عايز اقول لكم انا لما عملتها اول مرة كانت اا في حفلة في المدرسة بتاعت الولاد وعجبت الناس كلها حيزت على اجاب الناس كلها هنحط في كل كوباية واحدة هارجع اقول لكم المقادير تاني حطيت تلات بيضات وحطيت عليهم ربع كوباية جزر وربع كوباية فلفل اخضر وربع كوباية شيدر وربع آآ وربع كوباية آآ لأ اي تاني ومعلقتين آآ بصل وعلبتين تونة وملح وفلفل طبعا على حسب رغبتك عايزة اتغيري اي حاجة زي ما قلتلك غيريها عايزة تلغي الجبنة الغي الجبنة يا ستي الناس ما بتحبش الجبنة انا عندي ابني ما بيحبش الجبنة مسلا فبضطر اني اعمل كل اكلي من غير الجبن فاكرينة بلكده قلت اللي ما يحبش حاجة ما عنديش حاجة اسمها ما عنديش حاجة اسمها حد ما بيحبش حاجة لكن الجبن للأسف ما قدرتش اخصبه عليها لان آآ يعني جسمه لا يتقبل دلوقتي حدخل الموفنز في الفرن آآ دلوقتي حطينا الموفن في الفرن انا كنت مولعة عليه من قبلها على درجة حرارة مية وسبعين حسيبه تقريبا خمسة وعشرين دقيقة وبعدين نطلعه ونقدمه انا دلوقتي حبتدي بتاني حاجة هعمل ايه بتاني حاجة هعمل كوكيز بالمفروض بالشاكلت بس انا هعمل النهاردة لاني ملقتش الشاكلت شيبس بحعملها بالكرامل لو طبع لو انت ملقتيش الشاكلت شيبس بالشكل ده لو ملقتيش الشاكلت شيبس بالشكل ده يبقى تقدر تجيبي شوكولاتة خام او اي شوكولاتة عادية قطعيها بالسكينة واستعمليها هبتدي اول حاجة هجيب الزبدة وهجيب كوباية او هنقول بولا البولا دي لازم تكون مفتوحة مش على مقفول يعني مش مج بولا مفتوحة لبرة علشان تعرفت طلعي منها الكوكيز بعد كده هجيب الاول معلقة كبيرة هحط معلقة كبيرة زبدة حاولي على قد ما تقدري تثبطي مقاديرك انا هعمل وحدة كوكيز واحدة بصوا بقى علشان انا تأكد ان هي معلقة كبيرة انا عايزها بالشكل ده انا عايزة المعلقة من فوق شكلها من تحت تنزل بقى ما بتنزلش هحط الاول هحط الاول الزبدة في المايكرويف لمدة تلاتين ثانية علشان تسيح انا هشلق ايدي بس من الزبدة تمام كده انا هحط الزبدة بعدها هجهز الحاجات اللي هحطها عندي مابل سيرب وفانيليا ودقيق لوز هقولكو ازاي بيتعمل والشوكولت شيبس زي ما انتو شايفين خليوني افتح لكو كده الزبدة مساحيتش قوي انا مش عايزها تغلي انا عايزها يدوب تسيحة تمام هحط فانيليا هحط نص معلقة صغيرة لو عندك فانيليا اللي هي السيلة مش البودرة بيتدي طعم اجمل بكتير دلوقتي هحط سيرب محتاجة معلقة كبيرة ممكن ممكن بدل السيرب تستعمليه عسل ممكن تعمليه مية بسكر بس تعمليه تخين شوية ده البديل فهو بديل للعسل ودلوقتي هخلي دي هحط دلوقتي انا مش عايزة وسخ دقيق اللوز هحط دلوقتي معلقتين كبار زي ما قلتلكو ايه دقيق لوز هو مش دقيق بمعنى الكلمة هو لوز بجيبه بسلقه بقشره وبعد كده بحمره في المش بحمره هنقول بحمصه وبعد ما حمصه هروح عامل ايه هروح ضرباه في الكبة هيبقى بالشكل انتو شايفينه ده عامل زي اه التراب شوية انا دلوقتي حطيت المكونات ممكن احط سنة سنة كمان تمام كده انا عايزة اتقامسكة سنة مزيد محتاجين نحط رشة ملح صغيرة ليه بقى بنحط رشة ملح في الحاجات الحلوة؟ دلوقتي رشة الملح في الحاجات الحلوة بتظهر الحلاوة اكتر ولو حطناها مع مثلا اه بيكين باودر بتخليه يشتغل بيكين باودر يشتغل احسن تمام كده؟ دلوقتي هجيب الكرامل او كرامل تشيبس لابده تشيبس هحطها على الوش وزعيها كده على الوش يعني مش محتاجة منها غير ان هي تسيها خلونا دلوقتي احنا عملنا كده خلينا نطلع فاصل شكرا للمشاهدة تحرك جلد